السلام عليكم متابعين صفحتي اليوفنتوس بالنسبة للمبارات بكرة ان شاء الله بين يوفنتوس وفي ريال اكيد مبارات صعبة على الفريقين كون المبارات الاولى انتهت بالتعادل الاجابي واحد واحد خارج ارض اليوفنتوس بكرة على ملعب اليانزو ستيديوم ملعب يوفنتوس اكيد مبارات صعبة على الفريقين نقاط القوة بالنسبة لفي ريال هي قوتهم في المجموعة من ناحية الهجومية تجد أن فياريال متوازن عدديا في الناحية الهجومية وثرعان التحول من الهجوم إلى الدفاع في حال فقد الكرة هذا يميز فريق فياريال بالنسبة لفريق بوينتوس عناصريا لعبين خبرة أكثر من أربع خمس لعبين خبرة ومن خلال الأخبار هناك أن ديبالا ومع كلييني متواجدين في دكة البودلاء ولكن في أرضية الملعب من ناحية الهجومية يوينتوس قادر على التسجيل في أي وقت بوجود موراتا وفلاهوفيتش في حال تفعيل الأطراف كوادرادو ومساندة الهجومية بالنسبة لدانيلو وساندرو حتى في وسط الملعب آرثر قوة في افتكاك الكرة رابيو قدرة في صناعة الفرص فأتوقع بالنسبة لمباراة بكرة يوينتوس قادر أن يأخذ المباراة ويتأهل على حساب فياريال شكرا لكم